اهلا بكم في سلسلة الدليل الطبي اللي بنرفع بيها الوعي الطبي لكل الناس اللي بيشوفونا النهاردة هنتكلم عن حاجة عمركم هتتخيلوها في وظيفة الانف تخيلوا من اهم وظائف للانف هي وظيفة التزوق ايه ده يا دكتور هشام؟ لا اقول لنا الشام؟ لا انا بأكد ان الانف مهمة جدا في التزوق ازاي؟ شايفين اعصاب الشام اللي فوق دي؟ اعصاب دي مهمة جدا 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 في موضوع التزوق انتو عارفين اللسان هو المسؤول عن اربع حاجات بس بنتزوقها اللي هي الحاجات المرة الحاجات اللزعة الحاجات الحلوة والحاجات الحادة اربع حاجات بس امال بقيت الحاجات اقول لكو اكبر دليل على كلامي ايه؟ اكبر دليل على كلامي ان انت جيب جوافة وجيب لمون وقطع الجوافة وقطع لموناية وسد مناخيرك تماما ولو عندك برد ولا هتعرف تفرق ما بين ريحة اللمون وما بين ريحة الجوافة لان الجوافة واللمون لما بيطقطعه بيذخرج منهم حاجة اسمها رواقح فياحة الروائح دي هي اللي الانف بتميزها وبتميز طعمها ايه؟ سواء الطعم ده طعم جوافة او سواء الطعم ده طعم لمون تحياتي ودعواتي دكتور انشاء ابراهيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر